طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة وورمهول برامز دابليو بسعر 0.9 ثبونية نضوط العملة بنسبة 10 بالمية ومركت كاب مليار سبعمائة مليون برانك اربع ستين والميومي سبعمائة مليون دقريبا طبعا ليتابعنا اول مرايا مرحبا بك هذي قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وهتحليل العملات ونحط صفقات ايضا وعندنا خدمة دارة الحساب اللي يتميز فيها التمييز الكامل بخلاف قناة الاكتتاب والعملات الاستثمارية ومعلوني يشوف هذا شرط عملتنا في عملة الدابليو بنقول اختصار حيث ان العملة في ترنت هابط من يوم ما نزلت قريبا فعني الى الحين انا بالنسبة لي الدخول فيها اساس الرزق يعني هذه نصيحة نصيحة اي عملة يديدة لا تدخل فيها انتظر الا اذا بتدخل برقم حتى قلعا واحد بالنمية ليش لان انت ما تعرف قاع العملة ولا تعرف هدف العملة ولا تعرف قملة العملة فاكبر رزق انك انت تدخل في عملة ما لها تاريخ حيث راح تضيع فلوسك كلها يعني مثلا اللي دخل هنا كان مثلا دخل عسبي مثال كان دولار فاصلة ستة مثلا بنقول تقريبا مبلغ مادري كم يعني حين لو نشوف خسر ممكن حتى الان تقريبا اربعين بالمية من المبلغ نزل اربعين بالمية ليش حرام فدايما انتظر التصحيح وانتظر ان العملة تعتقاع انتظر ان تعطي قمة عشان تعرف انت شكلها في الشارت كيف ابتعد 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 كل البعد عن العملات اليديدة واذا بتدخل تقلب رقم صغير بحيث انها لو نزلت ما تزعل عليها المهم فانا اشوف العملة حاليا تشكل نموذج صاعد اللي هو نموذج الوتد الهابط الوتد الصاعد ثواني بس قد اطلع عن نموذج انتظر اني اشوف العملة ستشكل هذا النموذج اللي هو نموذج الوتد الانعكاسي الهابط هذا وليس الصاعد الهابط لاننا خربت سراح حين ماذا جوايد في السوق فلا هنا المتين استحفظ فضيع سراحة المهم فانا اشوف العملة يستشكل هذا النموذج تقريبا حتى الان لو نشوف شوفوا كيف بدأت العملة تقريبا من فوق لها المستوى عن حين بدأت تمشي بشكل عرضي هابط مسألة وقت اللي هو الانفجار يعني ممكن يعني شوفوا كيف حتى الترند لاين بدي يضيق فكل ما بيضيق الترند لاين كل ما بيقرب اللي هو الانفجار في العملة كل مهم طبعا بالنسبة للدخول يعني الكل يعرف النظامي في الدخول ندخل برقم صغير جدا بحيث انه يعني واحد بالمية وبننزل استبلوز شوي بحيث ان العملة ما لها هستري فبننزل استبلوز لين عشرين بالمية تقريبا الهدف وان اكس بحيث انه عملة يديدة مبعارفين كيف انطلاقها زي فالدخول بيكون الان بواحد بالمية صفقة جدا رسك جدا رسك جدا رسك نقدر نعزز اذا نزلت في المستويات لمسة اليترن لاين واذا طلعت من اليترن نقدر نعزز في كل قاع كل ما تهبط نعزز خاصة السبوت نعزز في كل قاع لكن اللي فيه المهم فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لبعده $.4 لبعده $.6 لبعده $.8 هذا فخير $.9 فأنا بالنسبة لي العملة أساسا حتى على RSI جيدة نوعا ما ننشوف العملة على RSI جربت وائد ممكن يكون بناء على RSI ممكن يكون في موجة أخيرة يعني ممكن في موجة أخيرة هابطة شي ويكمل يعادة اختبار ويطلع يعني مثلا اللي ما يدخل الحين يقدر يدخل ما يعادة الاختبار يعني ينتظر العملة تكسر لترند يعادة اختبار يدخل يعني ممكن العملة مثلا تنزل تنزل لها المستويات في الترند يعادة اختبار تكسر لترند تستكون الصعوبة يعني هذا الشيء وارد فمو ما نستبعد ان العملة سيهى الشيء فبس أنا أدخل الحين برقم صغير بحيث انه لو انطلقت أكون أنا موجود دخلت بس أدخل برقم صغير بحيث انها نزلت مازعل مو بدخل بكر اصمالي او نصر اصمالي في عملة ايديدة المهم تدينكم خلصنا يعطيكم العافية مفجرة